دايما أنا بيجي في دماغنا اسم أو خبر عن مخترع ما تفهمش ليه كده يعني أوتوماتيك ليه خلاص كده أو بالطبيعة بقينا نفكر في مخترع شاب يعني شاب صغير كده تمام حاجة وعشرين ويبقى أقل من كعشرين كمان إنه عمل حاجة ظريفة وكده وممكن يبقى لها مستقبل وكده لكن الحقيقة ده مش صحيح لإن اختراعات دي حاجة لها علاقة بالعقل البشري والعقل البشري دوك ممكن يبدع في أي سن وفي أي وقت نهارده معنا تجربة الحقيقة متميزة جدا مختلفة جدا وفي نفس الوقت بتبشر بالخير الأستاذ مكدي شرف سيد مكدي شرف الحقيقة عمل اختراع غريب جدا ولكنه في نفس الوقت مفيد جدا صباح الخير يا فتا صباح الخير إزاي حضرتك أهلا تكلمنا أكتر على الموضوع إحنا بمتبسطة بنتكلم عن ماكينة الدخل الخرصانة مظبوط؟ بزبط كده يعني إيه بقى؟ ماكينة الدخل الخرصانة دي بمعنى أن المفروض المكينة دي بتصنع المنتجات دي في أولب وبتجمعها في قلب الموقع اللي عمل نفسه بمعنى أن المفروض المكينة دي كانت بتيجي من بره يعني من بدايتها كانت بتيجي من بره بمبالغ عالية جدا 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 وفيش غير دولة واحدة محتاجة كرة تصنعها إنجلترا أنا قدرت تعمل المكينة دي أنا في مصر وعدلت على المكينة الأصلية تعديل كتير جدا جدا تعداد كتير جدا الجوهرية قدت إلى زيادة المنتج بدل المنتج بيعمل ضعف ما كانت بتنتجه المكينة دي في الإنتاج طيب الفرق بقى في التكنولوجيا المستخدمة وفي المواد المستخدمة أو العناصر ولا في إيه؟ يعني إيه الإختلاف في المكينة دي؟ الخلاف من دي و دي التكنولوجيا اللي صناعة المكينة نفسها اللي أنا عدلت على الكارتة نفسها كانت الأول المكينة دي بتيجي بكارتة ديجتال طيب الكارتة دي لها أعطال كتير جدا جدا ولازم ترجع للمستورد الأصلي عشان يجيبها يبدلها يستبدلها ويجيب غيرها متصلح تأخذ وقت ويقعد لتعطل الشغل والإنتاج أنا قدرت تعدل من ديجتال إلى مانوال أو بمفاتيح عادية محاسبك أصلا مجال دراستك إيه؟ أنا محاسب على فكرة محاسب؟ مجملكش أي علاقة أصلا بالحاجات دي خالص؟ بس أنا هوي وعمل حاجات كتير جدا جدا تمام ومجال عملك إيه؟ أنا شغال في مجال الفايبر جلس في الفايبر جلس طيب وإيه اللي خلاك تتاجه لك تفكر في حاجة زي كده أو تفكر اللي بتتاجه لإختراعه لأنه مجال شغل يتابع مجال شغلي مجال شغلي وكان بيحصل في مجال شغلي أعطال كتير لسبب الماكنا دي وكلما تعطل الماكنا دي من 16-17 سنة كنت كانوا معادل فيها ونعمل فيها كذا لا الماكنا دعاتل فيها الحاجة الفنانية كلما نغير 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 لما وصلت لتوتل الماكنا كله قدرنا نغيرها وعملناها كلها طيب إحنا معنا أعتقد فيديو للتشغيل الماكناة نتفرج على يد الوقت ولكن أعطيت كأنني برضو على الفكر الثانية اللي هي العازل بتاعنا عايزة عرب برضو دوت عنه العازل اللي هو الفايبر جلاس اللي هي غرف تفتيش أنا قدرت أعمل غرف تفتيش كاملة من مدر الفايبر جلاس سأحمل غد ستين تاني ودي متعملتش في مصر خالص ولا في أي دولة إنها خفيفة الوزن وممكن تعمل بنية تحتية في زمن قياسي فمش أتجش أوناش لتحميل إنها خفيفة الوزن بالنسبة للخرصانة ومش محتاجة كمان أوناش ولا محتاجة دربكة زي اللي أحنا اسمها هم أتنين عمالة ينزلوا ونزلوا الغرفة ويردين يعني مشروع كبير مثلا لو ياخد سنة وسهل في نفس الوقت وسهل وخفيف تخينا بص بق على الفيديو حاليتك مع حضرتك وهو عن الماكينة اللي إنت دي الماكينة حضرتك دي بقى زي دامو يعني أو يعني مضخة مضخة بتضخ رصانة مع فيبر جلاس حضرتك يعني دي كتت موجودة أساسا لو حاليتك عدلت عليها عدلت عليها عدلت عليها التعديات اللي إنت بتحتفظ ببرائتها أو بتميوزها يعني بالزبط اللي هي الكارتة الكارتة وعملت ليها الزياز فيبريشن دي طيب تشرح لنا كده اللي بيحصل قدنا هي الماكنة دي عبارة عن مدخة خرصانة بفايبر جلاس بيسمى G-R-C اللي بتصبف أولب على حسب طلب العميل يعني العميل عاوز كرانيش عاوز أعميدة عاوز حوائط عاوز تاكسيات عاوز حاجات كتير بتعمل بنفس الشكل اللي طلبه العميل بيدي الرسومات للمصنع بينفذ الأولب الخاصة بالرسومات دي اللي هي بتطلع ممتج نهائي في الآخر بالمكنا دي هم إحنا رات شايفين دي طريقة الصب يعني بيصب ازاي بالمكنا وأنا كمان عمل كمان حاجة جديدة اللي أنا هادرب العميلة هتشتغل على المكنا دي يعني طوال اللي أنا عملت المصنع دي أشتغل فأنا بضرب العميلة عندي دي جديدة خالص بحيس إن أنا أخلق أفرص عميل جديدة بالنسبة للعميلة يعني عملة مضربة في قلب المصنع يبقى بصنع المكنا مع العميلة المضربة عليها حياتك عملت يعني عشان تعمل الدراسة على القصة ديتس يعني غير طبعا التجربة العملية وتعاملك مع الماكينة بشكل مباشر لكن مثلا عملت ايه عملت بحيث رجعت المراجع يعني طبعا كتير جدا ايه بقى عملت ايه اه انا رجعت يعني قررتك نصحيت من هو قتل عايز اخترع لا لا انا انا في الشغلانة دي من زمان مش كل حد في الشغلانة يعني كل واحد في الشغلانة بيعمل ايه بيشوف المشكلة فين ويحاول يصلحها ويبقى عنده خبرة فيه مش شاطة ان هو يقرر ان هو عايز يعامل حاجة جديدة خالص لا عدل عليها وعملها كلها طب وليه ملعب معنا بدلا انت بس مشكلة ناس كده اه بدل ما نس ناس كده يعاملش المشكلة فيه ويمشوا وخلاص وخلصنا على كده بدل ما انا صريدها من برها بمبالغ كبيرة جدا 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 طب ما انا هوفر عملة صعبة وعملها في مصر بس هو الأسف انا مش لقين في مصر يعني حد ينفز معنا المشاردين اه يعني في معوقات كتير جده يمكنني دخلت مع صندوق الاجتماعي قالوا لي لازم تشتري مكان أو تشتري أرض اشتريت الأرض في منطقة صناعية فقدمت على طلب الله ناخد قرد قالوا لي لا ما ننديش على المباني بعد ما شررت الأرض دفعت كل فلوسي فيها ما ننديش على المباني ده مشروع قومي ومشروع حلو مصر ما عملتوش قبل كده ولا حد في الوطن العرب عمله قبل كده نعمل مكنة بالشكل هذا وهتبقى حاجة منفردة في مصر هتبقى في مصر تاخد على الفرق قالوا لي لا يعني دي بعد تلصي زغا دوالي طلب اللي أنا أعمل قرد أو توافق المشروع أنا في الآلية لأ فلازم تاخد تبع تبع صندوق الاجتماعي خدت مكان تبع صندوق الاجتماعي طبعا مكان ما ينفعش حتى يتعبن في ربع مكانة حتى بس عشان أخد القرد أشتغل عليه عمل مكانة مكانة مش مشكلة بس هيبقى في مكان في حضنات تبين تبع صندوق الاجتماعي تخيل أنا بقالي أربع شهور بعمل في القرد ده في مكان تبع صندوق الاجتماعي يعني هو مكان تبعهم عشان أطلع ورق في مكان تبعهم وهم أعد أربع شهور ولسا حتى أزيل اللحظة وما تنفسها صرفتك فلوس كتير طبعا في المشاوين الرايح جاي وورق والحد لا تنفيش حاجة بتحصل مع وقاط أنت واخد بوراقة اختراع القصة تبسجلها في مزارة البحثة العالمية في أكديمية البحثة العالمية وفي الآخر شايف أن أنت هتروح بالمشروع ده الفين يعني أنت بتسعى وخدت الأرض موضوع باخد بيروكراطية كتير جدا وخطوات كتير جدا أنت شايف أنت ممكن غير الميديا أو غير الكوفريج الإعلامي ممكن تعمل إيه تاني حسن أنت ممكن تصعب ولا ممكن تزهق أوصل في العالمية طبعا أنا على فكرة جالي عروض من بره أنا أطلعت على الكنوات كتير فجالي عروض من بره من إحدى الدول مش حاوز أقولي دول الصديق وقال لي تعالي نعمل المشروع ده بره عندنا وكلام ده كله وقد تمطعت بالبرنامج طبعا أنا رفضت ومعي التأشيرة معي كل حاجة مش حاوز أقولك أنا في احتياج فعلا لأنا أنفزها بره لأنا وانا طبعا في فلوس يعني هل ممكن في الآخر لما تزهق خالص تحسن ده الموضوع مش جاي بهم متعمل كده؟ لا أنا متمسك لأنا أعملها في مصر بصراح والله أنا بقالي ستة شهر ومعي التأشيرة دي ورفضها أنت أخذ تسجيلة أو برقات الاختراع دي أبدا؟ الكلام ده بقاله بزبط أربع شهور أربع شهور وشغال على أنت ده يعني أنت خطوات بقال تفعيل بقالها أربع شهور وشغال لأن أنا أعملها في مصر طب أنت سمعت عن ناس كتيرة عندهم زي ما قلتيني سواء الشباب أو سواء ناس كبيرة عندهم اختراعات وحاجات كده وبقالهم سنين بيصعوا في سمعت عن ناس دي؟ كتير طبعا أنا كتير ناس كتير جدا 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 مش خايف تكون واحد من الناس دي؟ يعني أنا مع الأسف يعني حاجة ما تفرحش نحن نعمل كفريج على حاجة زي كده أو تجربة زي كده عشان ما نوصلش لكده في مصر مفهوض لها تكون مصر جديدة بس نفترض أن البريقراطية والشياء دي كلها خدت وقت زيادة على اللزوم وقاديت أن الموضوع ياخد سنين هتحبط أو هتكمل؟ هتكمل في مجال تاني يعني بس أنا هخليها برضي هتكمل في مجال تاني؟ أه هحبط طبعا أنت كأي واحد دازم يحبط وعدين أنا بقى لي سنتين بجر ورا الموضوع ده ليه ما فكرتش تتاجه لمستثمرين مثلا أو رجال أعمال؟ والله أنا ليه هم في مجال الشغل ده يعني؟ أنا بعتل شركات كتير جدا جدا يمكن معظم شركات مش عايز أقول أسمعها شركات التصالات أو شركات المشربات اللي بتعمل دعاية للكورة أو بتعمل دعاية للكذا والكذا 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 ليه ما ترعاش النماذج دي؟ ليه ما ترعاش نموذج واحد في السنة؟ بدلا لما احنا بنراع قرى وندفع لها أنا مش أصدق عيب في القرى أو نعيبت القرى لطبعا دي نهضة نهضة وصناعة نهضة لا نحن بكنام على حاجات تانية بكنام برض مشكل عام يعني مشكل عام يعني أنا مش بعيب في القرى إن هما بيرعوا قرى بس لكن هما يروعوا طبعا الحاجات اللي طلعت الحاجات اللي فعلا المفروض تنفس فعلي يعني زي الحاجة اللي أنا عملها دي أو فيه ناس أنا عملي حاجات زي ايه أو أحسن مني المفروض تنفس وتبتع للنور أمال زيها تبقى فيه مصر نهضة نهضة صناعية زيها هتكون من نهضة صناعية زيها لو احنا فضلنا كده مين الوزارات اللي ممكن تكون معنية باختراع زي كده وانت ممكن تتقدم ليها أو تسع فيها هو أنا قدمت تسدقني الوزارة الصناعة يعني بس كل حضرتك البلد وقفها بقى لها سنة ونص وقفها وبرضو سنة ونص اللي جاية برضو نفضل نتكلم ونقول في الجرائد وفي التلفزيون البلد وقفها ما فيش انتاج لان ما فيش حد بياخد خطة فعلية اللي هو ينفذ اللي احنا ننفذ أو احنا عاوزين نعمل كذا عشان كذا لكن كله احنا نتكلم لا أما ربنا يسالي انتخابات انتخابات جات؟ لا انتخابات الشورى مجل الشعب لا انتخابات الرئاسة فيه دائما حجة فيه حجة فيه حجة عشان البلد ما تقومش وتشتغلش هل فيه اي خبير من الخبراء في نفس المجال دوت أو في مجال خرصانة او كده شاف البرودك بتاعك او الاختراع بتاعك اثنى عليه ادالك ملاحظات هو انا 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 امدي المنتج ده المصنع شغال شور بالفعل يعني والله تمام يعني عملت نموذج اللي هو عشان نشوف اللعوب اللي فيه واوصل للمرحلة النهائية المشاكل اللي ممكن تحصل لأي فيها طب وايه الموضوع مش ازاي تمام زي الفل اللي شغال بقى لده الماكينة دي شغال بقى لها سنتين في المصنع زي الفل وهو احسن الماكين للبر صدقني يعني بس انت تقولي بقى لها سنتين وانت اصلا بقى لسلك عالي انا واخد بقى اختراع بقى اربعة عادي ما انا ممكن اكون اشغالها لغاية ما وصل لمرحلة ان اه زي تجربة يعني تجربة الاولى عشان انتاج فعلي هتعمل ايه ايه المشاكل اللي هتعوق ايه المشكلة اللي فيها لغاية ما وصلنا لقيتك مشاكل ايه بالنوعية ايه يعني يعني كلها مشاكل عمالة طبعا عمالة المدربة احنا احنا في مصر انقصنا تدريب العمالة على الصناعة ما عندناش عمالة مدربة على الصناعة او تنتج منتج نهائي بفينش حالوت يعني ممكن يبقى المكنة هايلة بس العمل عليها مش فهم يبقى واضح هو العمل الفكري بتاعه مش عارفش اغلا لازم تدريب والتدريب ده مش لازم نتكلم في ورق او لازم نتكلم في محضرات لازم عملي بس ممكن تدريب العملي من ده يحرق لك مكنة لو من غلطة لا انا هضربه انا اللي عليها انا اللي هضرب عليها ايه انا كذا وكذا وكذا ومش على الخطوات اللي انا بقول عليها في التنفيذ شايف ان شاء الله بإذن الله مع نوجود نتمنى يعني مع وجود حكومة جيدة ومع وزارة جيدة ومع بلد جديد المفروض يعني هل في امل للاختراف والله احنا بنقدم المشروع ده للسيد رئيس دكتور محمد مرسي بنقول له احنا ايدينا في ايديك والنهضة اللي حدريك عاوستعمالها ادي واحد من مليون واحد من مليون حاجة صح في مصر عاوزين يعملوها فبنقول لك ايه انا بقدمها المصري ببلاج انا هشتغل موظف يعني او انا او احد مستثمر اي مستثمر انا عندي استعدادة الشغل موظف باستطلع للنوع تعالي سألك سؤال بتكلف كيف يعني نهارده عشان عمل يعني تنتج مكينة من دول تكلف كم من خمسين ستين الف جنيه وتباحها كم مثلا او مفروض يكون يعني التكلفة بتاعتها ايه وتباع فيها بتباحها كم يعني لو بصلا عايز يخدها المنتج النهائف ستين الف لكن التكلفة دي على حسب يعني مصر عادة عشان خطر ياخدها ستين الف لكن التكلفة ديت بقى على حسب لو حيبقى فيه اجمال فيها حاجات كبير او انتاج قليل واو ايه لاخ الخامات المستخدمة فيها خامات محلية ولا فيها محلية فيها محلية فيها جزء مصورد و جزء محلية المصورد ده اللي هو ايه المغطير طبعا لان احنا في مصر مبنى لكن بيتي المكونات كلها مصري 100% مصري وموجودة ومتوفرة متوفرة جدا 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 مقابل الماكنات التي تأتي من بارة مثلا من انجلترا بتكون طبعا غالية يعني غالب السعر من دي و دي قد ايه يعني اضعاف يعني جديدا النهاردة لو انا نهاردة عندي مصر عايز يجب الماكنات تعدخل خارصانة دي من انجلترا تعدى 150 الف جنيه او 200 الف جنيه ولكن انت عاملها 60 الف طيب هل ممكن حد يجي يقولك انت عامل ماكناة انالوج او ماكناة مانيول ومفوضة احنا في كارتة دي جيتل ما هتتقولي بورده او الكارتة لا ده عشان تسهيل العامل اللي يستخدمها مش هي كعيب فيها يعني ده مش حيغار في تكنولوجي لا 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 ما فيش تكنولوجي ما عاملوش ده تكنولوجي خالص ده الاوبشن منتع التشغيل اللي هو اوبشن بداية التشغيل لكن طبعا محاوليك انت عارف ان ده خرصانة ومية وكلام ده كله لكن لو فيها كارتة او فيها دي جيتل طبعا هتقض اصبوع واحد سدقنا وهتبوز في بلدنا في بلدنا يعني اكيد برا ده بيحصلش طبعا ما بيحصلش بس البلدنا احنا الحمد لله يعني العامل طبعا احنا بنشغل عماله طبعا عن صف متعلمة او غير متعلمة انهائي خالص عشان توفيرا للفلوس او كلام ده كله فالعامل ما بيعرفش بيدوس على اي ازرار فبيبوز اي حاجة اشتاز مكدي شرف صاحب اختلاع مكدي الدخ الخرصانة ولكنه مصري مية مية وفيه تعديلات هتخليه ارخص ومصري برضو ومحلي احنا مشكلة شكرا جزيلا وعتقد زي ما قلنا احنا دورنا احنا كاعلام نحط كافوريج على الموضوع دوت الموضوع دوت او الفكرة دي حتلقى موجودة على يوتسيوب بعد كده بعد شوية على طول على قناتنا على يوتسيوب نهارك سعيد حاول بقى تشوفوا ليدك وقريبة وكده عملوها شار يحطوها على كل الجروبس او المواقع اللي ممكن تكون مهتمة بحاجة زي كده وهو ربنا سهل بنحاول نعمل اكسبوجر يعني قدم ضد او نعمل ضغط على قدم انا سعيد جدا لابلت حضراتك وابلت البنمج اللي انت بتهتموا طبعا بالحاجات الابتكارات والصناعة في مصر بس نفسي نعدي مرحلة الكلام نفسي نعدي مرحلة اوالله برافو ونروح بالزبط كده ده لسه البلد ما قمتش انا عرف البلد ده توقت ما تقوم شد اسنين مئة سنة الساس مكدي شرف شكرا جزيلا شكرا جزيلا ومعفيش احلى من ده ختام يعني ربنا ان شاء الله كده يسهل ونبتزي بقى نبطل نقول بكرة ونبتزي نشوف فعلا مواردنا سواء البشرية او سواء مواردنا الطبعية والفعالية على فكرة كلمة اخيرة انا عمل فكرة عملت صناديق قمامة من مادة الفايبرجراس غير قابلة الاشتعال وكانت المفروض الصورت من بره الصورت من بره بلاستيك ما الزبط وهي موجودة بلاستيك فعلا بلاستيك انا عملتها فايبرجراس ممكن تصلح غير مطمع للسرقة غير قابلة الاشتعال امينة تماما سهرها رخيس جدا 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 قدمت بها الجميع المحافظين في مصر ما فيش حد لا فيش شغل شركة واحدة اللي شغالة في النظافة شركة ايطالية صاحبها اعجب بها جدا جدا انه فاهم دي ايه للاسف وخد مني ثلاث سناديق عينة وقال لي هنمتدي النافس بس قال لي احنا في مصر في معوقات كتير جدا 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 للشغل انا في مصر مش هنقدر نعمل من الكلام ده انه نحن دي ناشي امكانيات نقدر نشغل فللاسف احنا بنستور السناديق من بره بقلوفيات وبتتقصر وبتتسرق وبتتسيح لكن الفايبرجراس غير قابل الاشتعال ما بيتسيحش ما بيتكسرش ده بالعكس لو انت اشتريت الف صندوق الالف صندوق بيفضله الف صندوق ما بيتكسروش اصلاحهم من جديد وارجعوه زي ما همنا فيها فيه عاجات كتير اتفضل هقولك تاني اتفضل كده طيب مش هديرة هاروح لطاس وترجع تاني خليكم معنا